في الأيام المقبلة حتى ولو أننا نتعامل مع النزاع في الشرق الأوسط مرة أخرى مع الهجوم الإيراني ضد أسائل نحن مرتكزون أيضا بشكل أساسي على غزة ونحن نحث على التنفيذ السريع لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فيما يتعلق بالمزيد من المساعدة وتوزيع هذه المساعدة الإنسانية إلى غزة ونحن بالفعل رأينا خطوات مهمة في الأسابيع الأخيرة من خلال فتح المزيد من المعابر وتوزيع المزيد من المساعدات ولكن يجب أن نجد نتائج أكثر ملموسة وأن تكون هذه المساعدات أن تصل بشكل أسرع كما نركز أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار وذلك من خلال إطلاق صراح الرهائن أن وقف إطلاق النار هذا سيساهم في تسهيل المساعدات الإنسانية إلى غزة ومساعدات الغزوين الذين هربوا إلى الرجوع إلى مناطقهم لأن وقف إطلاق النار هو أمر ضروري وبالفعل يبدو اليوم أن وقف إطلاق النار هو أساسي من أجل تحسين حياة الفلسطينيين والعالم يجب أن يعلم وأن يفهم مرة أخرى أن الأمر الوحيد الذي يقف أمام وقف إطلاق النار الآن في غزة هو حماس أن مجموعة الدول السبعة أيضا كانت واضحة بشأن دعمها المستمر لأوكرانيا والدائم لأوكرانيا كان يقول بوتين أنه يمكنه بالفعل أن ينتصر على أوكرانيا ولكن لا يمكنه أن يفعل ذلك ونحن كمجموعة الدول السبعة نزيد من مساعدتنا إلى أوكرانيا وهذا بالفعل ما رأيته منذ أكثر من ثلاثين عاما مع الدول الأوروبية ومع غيرنا من الشركاء أيضا أود بالفعل أن أتحدث عن رئيسة الوزراء ميلوني الإيطالية التي أبدت عن قيادة رائعة نحن سويا نساهم في مساعدة أوكرانيا على أن تكون في خط واضح لكي تتحسن ديمقراطيا واقتصاديا وعلى سعود مختلفة أكثر من ثلاثين دولة تعمل من أجل مساعدة أوكرانيا من خلال رزم أمنية ونحن بالفعل نعتقد أنه يمكنكم ما نترى بالفعل أن أوكرانيا الآن تبني قوة من أجل المستقبل ضد روسيا ونحن أيضا نعمل من أجل ضخي استثمارات جديدة للقطاع الخاص في أوكرانيا بالإضافة إلى زيادة الدعم للدفاع الأوكراني من أجل تحسين اقتصاد أوكرانيا ونحن بالفعل بما أن دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يكون ممكرا وهذا الأمر إيجابي للغاية ونحن بالفعل استمعنا إلى وزير الخارجية الأوكراني كوليبا بأنه من الضروري في هذه اللحظة بالذات أن تحصل أوكرانيا على المزيد من الموارد التي تحتاج إليها من أجل مواجهة العدوان الروسي أنها بحاجة إلى المزيد من أدوات الدفاع الجوي والذخائر والأسلحة فنحن ملتزمون بتقديم هذه المساعدة وبالفعل لقد نقشنا خطوات من أجل تقديم المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا ووسائل أخرى لتعزيز هذه المساعدة كما أننا تحدثنا أيضا عن طرق من أجل تعزيز الطاقة وشبكات الكهرباء أيضا في أوكرانيا وهذا أمر نعمل من أجله لكي يكون لأوكرانيا طاقة مستدامة كما أننا نعمل في جهود منصقة لكي نقف أي أو نوقف أي قواعد عسكرية وقواعد لروسيا لأجهزتها العسكرية إذن ما ساهم في زيادة هذه الأسلحة هو الصين التي كما نرى أنها تقوم بمساعدة روسيا إعادة بناء القاعدة الصناعية من خلال أدوات الألات وغيرها لذلك أن إذا أرادت الصين علاقات جيدة مع أوروبا لا يمكنها أن تقوم بزيادة المشاكل والحروب في العالم وهذا ما سمعت إليه بالفعل في اجتماعات مجموعة الدول السبع كما أننا تحدثنا أيضا عن أمور مختلفة على شدوى الأعمال مشموعة الدول السبع وأعتقد أننا الآن نعمل على اتفاق بمجبأ القانون الدولي وبمجبأ القوانين للدول الكراملين تحدث عن السرقة ما السرقة الحقيقية هي سرقة حياة الشعب الأوكراني وتدمير البنية التحتية الأوكرانية بالإضافة إلى الاستحواذ على أراض أوكرانية فاستخدام هذه الأصول الروسية من أجل إعادة بناء أوكرانيا نحن بالفعل نعمل على تسخير الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا وهذا أمر ضروري وهو يساعد ولا يحل مكان المساعدة التي سنقدمها الآن وفي الوقت الحالي لأوكرانيا لسيما ما تحدث عنه الرئيس بايدن وسيناقشه المجلس الأمريكي في نهاية هذا الأسبوع إذن أود أن أقول أن كل هذه الأموال التي يجب تقديمها إلى أوكرانيا هي ضرورية لأوكرانيا ولشعبها الذي يدافع عنها وعن ديمقراطيتها نحن أيضا كلنا أن أوروبا وغيرها من الشركاء يقومون بالكثير من الجهود من أجل مساعدة أوكرانيا وأخيرا أود أن أقول أن كل هذه المساعدات سيتم استثمارها في قاعدتنا في قاعدة الدفاع الأمريكية وهذا يعني أننا بالفعل قمنا بعمل جيد أخيرا ركزنا في هذه الاجتماعات في الأيام الأخيرة حول مسألة القيام بشركات جديدة في منطقة المحيط الهندي والأطلسي لأننا نعمل على فتح منطقة مفتوحة في محيط الهندي والأطلسي وبالفعل من كوريا الشمالية من الصين من إيران رأينا الكثير من النشاطات التي تؤكد بأن الأمن في أوروبا وفي آسيا وفي مناطق أخرى في العالم هو أمر لا يتجز من جزيرة كابريل الإيطالية تابعنا هذه الكلمة لوزيرة الخارجية الأمريكية أنتران بلينكين في مؤتمر صحفي على هامش مشاركة في اجتماعات مجموعة السبع قال إن بيان المجموعة سيؤكد اتخاذ عقوبات جديدة على إيران في الأيام المقبلة ودع إلى وقف فوري لإطلاق النار يدعم وصول المساعدات لكنه دعى أن